دعت لجنة حقوق الإنسان والمساواة في الحكومة البريطانية دعت الوزراء للتحقيق في ادعاءات عن تورط عناصر في المخابرات البريطانية في عمليات تعذيب نحو 25 شخصا متهمين بارتكاب أعمال إرهابية وقالت اللجنة أن عمليات التعذيب جرت خارج الأراضي البريطانية وفي رسالة إلى وزير العدل قال رئيس اللجنة تريفور فيليبس أن الحكومة لم ترد على هذه الادعاءات بالشكل المطلوب